على هامش اجتماعات قمة العشرين في العاصمة الاجنتينية بيونيس ايرس التقى الخصمان اجتماع انتظره العالم بأسره بين أكبر اقتصاديين تجاريين لتخفيف حدة التوترات التجارية التي ألقت بظلالها على الاتصاد العالمي هدنة مدتها التسعون يوما اتفق عليها الجانبين لوقت صعيد بدأ منذ أشهر عدة هدنة ينظر إليها في الولايات المتحدة على أنها بارقة أمل بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مزدود الجانب الصيني سيعود إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري لاستئناف المفاوضات التي تتركز على نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية هناك ارتزام مهم من الزعيمين لما يحتاج أن ينجز خلال تسعين يوما وتعليمات للفريقين للتفاوض وتحويل ذلك إلى اتفاق حقيقي مع أدوات محددة يمكن تحقيقها في أطر زمنية تنص الهدنة الحالية على رفع رسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر على ما قيمته 200 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بعد موافقة الصين شراء كميات كبيرة من المنتجات الأمريكية الصناعية والزراعية ومنتجات الطاقة على أن يتفاوض الطرفان خلال هذه الهدنة من أجل توصل إلى اتفاق أكثر تفصيلا إن أفضل ما يمكننا أن نأمله هو التوصل إلى اتفاق لمواصلة المحادثات على مستوى أعمق العلاقة الاقتصادية في الوقت الراهن في خطر لذا فإن تصدد أي صراع اقتصادي على ما على أننا نسير قدما في الطريق الصحيح تهديئة التوترات التجارية بين باكين وواشنطن أنعشت الأسواق العالمية بورصة وولستريت بدأت تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع شاميل معظم الأسهم الرئيسية لتنتعش معها أسعار النفط مرتفعة نحو أربعة بالمئة بعدما ضغطت الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم بشدة على التجارة العالمية وأثار مخاوفة من تباطئ الاقتصاد العالمية تصب الهدنة في مصلحة الطرفين فواشنطن تسعى لتجنيب صادرات الزراعية الأمريكية المزيدة من الأضرار فيما تأمل باكين تجنب زيادة رسوم جمركية ستفاقم من تباطئ اقتصادها حسين إبراهيم للإخبارية نيويورك